بلا برنامج واضح يلبي المطالب الوطنية دخلت حكومة بغداد في حوار مفتوح مع واشنطن بمباحثات متتالية انجزت المرحلة الاولى منها دون التوصل الى صيغة تراعي ولو شكليا مصالح العراق وشعبه بينما الجانب الامريكي دخلها حاملا معه اولوية تكريس نفوذه واضعاف النفوذ الايراني استهداف النفوذ الايراني في العراق صحيح انه يلتقي مع مصالح الشعب العراقي لكن يتقاطع معه في الالية المتبعة لتحقيق هذا الهدف فلا يريد العراقيون انهاء احتلال عن طريق احتلال اخر وتبديل متسلط بمن هو اشد منه تسلطا هذا في العموم اما في تفاصيل هذه المباحثات فلا يوجد ما يعزز تحقيق نتائجها اذ ان حكومة الكاظمي تفاوض باوراق لا تملكها وعلى نقاط ليس لها فيها الكلمة الفصل تجريد الميليشيات من سلاحها وحل عقد التمدد الايراني في البلاد لن يتم برغبة حكومة هي في الاساس تستمد اسباب بقائها من تلك الميليشيات لذلك فان انقلابها على رائيها الايراني يحتاج الى رعاية امريكية تامة وبناء ميليشيات في داخل المؤسسة العسكرية تكون موالية لامريكا وهذا يتطلب مدة زمنية طويلة وتغييرا في التشكيلة السياسية وفوق ذلك جرأة ترقى الى مستوى التصادم مع ميليشيات ايران ما يجري بين واشنطن وبغداد هي اتفاقية اذعان تؤكد استمرار حالة الاحتلال الامريكي كما وصفتها هيئة علماء المسلمين في العراق او انها مجرد املاءات امريكية على حكومة الكاظمي ولا ترقى الى تسميتها مباحثات بين طرفين الدين بكل معنى الكلمة فلا حكومة الكاظمي مؤهلة لتقرير مصير النفوذ الايراني ولا تتحلى برؤية وطنية حتى تفاوض من اجل مصلحة الشعب العراقي